الناس هنعمل مع بعض الغريبة الغريبة المظبوطة في رأيي انا هي الغريبة اللي تبقى على مزاجنا يعني فيه ناس بتحبها بتقتل فيه ناس بتحبها دايبة انا هاوريكم ازاي تزبطوها على مزاجكم وكمان هاوريكم اضافات ممكن تدفوها للغريبة عشان نغير من شكلها التقديدي يلا بينا نبتدي انا رندودة ويسعدني اوي لو تشتركوا معايا في القناة وتدوسوا على الجرز عشان ما تفوتوش اي وصفة قادمة ان شاء الله لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش اللايك والشار كسفة الغريبة الاصلية فيها ثلاث مكونات فقط اول حاجة دقيق هنحتاج اربع كوبات دي اللي هما يعادلوا تقريبا 480 جرام نوع الدقيق بيفرق جدا في المخبوزات دقيق ضروري يكون منخول السمنة والسمنة دي نقطة مهمة جدا في نجاح الغريبة اولا ماينفعش نستخدم زبدة هزم سمنة وافضل النتائج هتكون بسمنة حيواني وقوام السمنة مهمة اوي ضروري تكون متمسكة ومرملة يعني لو الدنيا حر نحط السمنة في التلاج 10 دقيق قبل منبتدي نشتغل بيها اللي عايز يعمل بسكوتات بالزبدة في عندي 3 وصفات حلوة اوي على القناة عطتلكم لينك على الشاشة وعطتلكم اللينك كمان في صندوق الوصف هنحتاج ما بين كباية ونص لكبايتين سمنة هنستخدم السمنة وهي بردة بس مش جمدة كبايتين سمنة لو عايزين الغريبة نعمة اوي اوي وبتدوب على الاخر كبايتين سمنة يعادله 490 جرام وكباية ونص سمنة لو عايزين الغريبة بتقطم شوية كباية ونص سمنة يعادله 360 جرام السكر الفودرة هنحتاج ما بين كباية لكباية ونص كباية هيبقى سكر خفيف كباية ونص هيبقى سكر متوسط مية السكر هتختلف حسب رغبتنا الشخصية وكمان حسب درجة حلاوة السكر وكمان السكر يفضل ان احنا ننخله اللي حاب ممكن يديه في معلقة صغيرة فانيليا وربع معلقة بيكينج فاودر الحاجة عايزين نضرب السمنة هنضرب السمنة لغاية لما تبقى كريمية وبعد كده هضف لها السكر وحنستمر في ضرب السمنة لغاية لما هي والسكر قوامهم يبقى كريمي جدا وما يتغير من اللون الاصفر للون اقرب للابيض انا بقلب حوقف ولم السكر والعجينة من الجناب وكمان هنضيف معلقة الفانيليا نقدر نخفق بمضرب يدوي ونقدر نخفق على ادنا بس ياخد مننا شوية مجهود شوفوا اللون اتغير ازاي بقى اقرب للابيض وده قوام اللي احنا عاوزينه هنجيب بقى الديقيق واذا حابين تدفوه لربع معلقة بايكينج باودر ده اختياري هنقلبه معاها وبعد كده هنضيف الديقيق للخليط بتاع السكر مع السمنة بعد ما ضفنا الديقيق مش عايزين نقلب كتير مجرد بس ان احنا نخلط الديقيق مع بقية المكونات وممكن كمان نعمل خطوة دي على ادنا علشان خاطر الغريبة ما تنشافش لما كل الديقيق يختلط مع السكر والسمنة هنكشف بقى على قوام ونشوف اذا كان القوام مناسب ان احنا نشكل الغريبة ولا لا تقدرنا نعمل كورة ودوسنا عليها لانها مش بتشقق ونعمة يبقى كده القوام مظبوط لو لقينا القوام سائل بزيادة ممكن يكون محتاج معلقة دقيق ولو لقينا العجينة ما تجمعتش ونشفة زيادة يبقى محتاجة سمنة لقينا ان العجينة نعمة بزيادة او طرية بزيادة لو الدنيا حر ممكن تبقى محتاجة تدخل للتلاجة ربع ساعة عشان تبرد شوية عجينة جاهزة انا قسمت العجينة اربع اجزاء الجزء الاول هعمله الغريبة التقليدية انا هستخدم ميزان علشان خاطر اوزن القطع بحيث ان هم يكونوا مقاس مقارب طبعا دي خطوة اختيارية الغريبة المقاس العادي هتبقى تقريبا 16 جرام ولو اصغر شوية تبقى في حدود ال 12 جرام هنشكل العجينة في شكل كور وبعد كده حسب اختيارنا ممكن نسيبها كورة بس او ممكن ندفلها زي ما نحب فزدق او لوز او في ناس بتديف قطع لولي فضي حسب رغبتنا هناخد الحاجة العنزين بيها وهندغطها في العجينة ضغطة خفيفة لتحت او بنشتغل في مكان حر يفضل ان احنا نحط الصينية زي ما هي كده في التلاجة لمدة 10 دقيق قبل ما ندخلها الفرن علشان خاطر الغريبة ما تفرش هنحط الغريبة على ورقة خبز على صينية وهندخل على فرن سخن على درجة حرارة ما بين 150 و160 انا فرني حامي دخلت على 150 هيا ما بتاخدش وقت هتاخد تقريبا 10 دقايق بس نرجع تاني تختلف من فرن للتاني فاحنا هنجرب وهنزبط الغريبة كمان ما بتاخدش لون في الفرن وبيبضل لونها زي ما هي بقى للتجديدات اللي ممكن نعملها في الغريبة والاشكال المختلفة اول حاجة الغريبة بالمكسرات ممكن نديف فصدق مثلا خدت جزء من العجينة وضفت لها معلقتين كبار او 3 معلق فصدق لبتهم مع العجينة لغاية لما اندمجوا وبعد كده عملت نفس الخطوات بتاعة الغريبة التقليدية شكلناها وحطيت على الوش قطع فصدق وخبزناها زي الغريبة العادية بالزبط حقيقة تلع طعمها جميل جدا نفس الموضوع بالزبط ممكن نعمله مع البندق نديف البندق على العجينة نعجنهم مع بعض ونشكلهم الغريبة اللي بالبندق ضفت لها على الوش بندقة او حطيت في شوية منهم قطع من الشوكولاتة وهي الشوكولاتة وفي شوية منهم عملت فيهم فتحة وهدف لهم نوتلا قبل التقديم ان شاء الله تلع طعمها حلو جدا اخر حاجة بقى هنعملها هي الغريبة الـ Red Velvet سدي لون حلو للغريبة وبتبسط الاطفال الصغيرين باللون الاحمر الجميل بتاعها والحاجة هنضيف من معلقتين صغيرين لتلاتة كاكاو خام على جزء العجينة اللي احنا جنبناه نعجنهم مع العجينة لحد ما نحس انه هو اندمج معها كلها لكده هنضيف مكسب لون احمر ويفضل ان هو يكون معجون مش سائل كمية هتتوقف تماما على نوع اللون ونقعد نزود اللون لغاية لما نوصل لللون اللي احنا عايزينه هنخلطه برضو مع العجينة لغاية لما يندمج تماما وبعدين نبتدي نعمل نفس الخطوات بتاع الغريبة التقليدية بالتزيين كمان اختياري وضفت رقائق الشوكولاتة على جزء منه لان حسيت انه هو لايق معاه في جزء عملت فيه فتحة هنحط فيه نوتلا وبعدين وممكن كمان نحط اي نوع من انواع المقصرات اللي احنا بنحبها لوز بندق او فوزدق غريبة الريد فالفت تلع شكلها لذيذ جدا وتعمها جميل وكده عملنا تشكيلة غريبة عملنا منه طبق مشكل شكله لذيذ جدا وبالهنة والشفا كده خلصت وصفة النهاردة الغريبة التقليدية والغريبة المشكلة كل سنة وانتم طيبين يارب تكون الوصفة عجبتكم وتشوفكم على خير الوصفة الجاية ان شاء الله